السلام عليكم عائلات في هالقرية يعملون في زراعة القات ومعروف القات في اليمن والجماعة يعملون في هالمزرعة وامورهم المادية مثل ما قلنا فوق المتوسط وعلي هذا احد افراد هالأسرة الشاب خلوق وفي قمة الرقي والاخلاق كل سكان هالقرية يحبون علي ويحترمونه علي هذا كان في هذاك الوقت في بداية العشرينيات من عمره علي بعد ما كبر وصار شاب ويعتمد عليه ابو علي صار يتكل بعد الله عز وجل على علي علي شغلته وعملته يطلع بهالليل بعد الساعة التسعة عشرة على هالمزرعة اللي تبعد لها حوالي واحد كيلو متر عن هالقرية في احد الوديان ويروح يحرس المزرعة ويظل في هالمزرعة حتى الصباح لما تطلع الشمس يروح واحد من اخوان علي يستلم الحراسة انه فيه النهار وبعض الاشغال والاعمال ويرجع علي على البيت وتروح الايام وتيجي الايام وعلي على هالشغلة وهالعملة يروح يعني قبل منتصف الليل ويجي بعد الصباح لكن علي في الفترة الاخيرة صار يحاول يتهرب من الروحة على المزرعة او حراستها الليلية وعلي صارت تحصل معاها بعض الشغلات فيها المزرعة الشغلات او الامور اللي كانت تحصل ما هم لاقي لها تفسير والتفسير الوحيد فيها القرية والقرى المحيطة فيه عبارة عن اسطورة او خرافة يتدولها ابناءها المنطقة انه فيه جنية في المنطقة هذه والجنية هذه ما تطلع الا بالليل وتطلع على هيئة فتاة جميلة جدا وتصداد بعض الشباب وتستدرجهم وفي النهاية يتم العثور على هالشاب اللي تستدرجوا الجنية مقتول في احد الوديان والناس تسولف لكن الامر هذا غير مؤكد لانه يعني تم العثور على عدة اشخاص في الزمان السابق مقتولين او متعرضين للدغة افعى ولا لبعض هجمات الحيوانات المفترسة يعني ميتين بطرق متعددة لكن بعد ما يعثرون على هالاشخاص هذي الاشخاص اللي يؤمنون بهالسوالف انه الجنية هذه هي اللي تستدرج الشباب وفي النهاية يتم العثور عليهم مقتولين يسولفون فيها السوالف ويا بنت قولي لهم وش الجنية اليوم قاتل فلان والجنية مسوية بفلان علي لما صار يسمع هالحركات اللي تصير عنده في المزرعة صار يحاول يتهرب من الروح على المزرعة وفي نفس الوقت علي شاب يعني في بداية العشرينيات كله نشاط وحيوية ويا ارض اشتدي ما حدا قدي يعني شلون وده يسولف هالسالفة هذي الامه ولا الابوه ولا الاخوانه ولا الاصدقاء يعني راح يقولون يا علي انت يعني معقولة تصدق هالسوالف ومعقولة يعني خايف انت المهم علي في النهاية ما حاب يظهر في هالموقف هذا وانه يصير مكان او موضع للسخرية من الاصدقاء والاهل وفضل انه يكتم هذا الامر بينه وبين نفسه ويحاول انه ما يروح على المزرعة يقولون يا علي ما يصير اخوانك طول النهار يشتغلون في المزرعة وانت شغلتك لحراسة الليلية علي عنده احد الاصدقاء في القرية شاب اسمه حسين وحسين هذا كذلك شاب مثله مثل علي سمعته في القرية مثل المسك واصدقاءه يا من الطفولة والعمر تقريبا كذلك عمره من عمر علي لكن حسين حب انه يعني يترك العمل في القات وفي القرية وحب انه يتطوع في سلك الشرطة اليمنية وانتقل الى العاصمة صنعا وتطوع وصارت اموره عال العال واصبح شرطي لكن حسين يجي عطلة نهاية الاسبوع او في الاجازات اللي يحصل عليها يجي يضي الاجازة هذه في البيت مع اهله واخوانه وحسين في هذاك الوقت كان خاطب بنت من بناتها القرية وقاعد يجهز نفسه لأمور الزواج في يوم من الايام خطر على بال علي قالك والله ما لي الا صديقي هذا حسين هو الوحيد اللي ممكن يحللي هاللغز وحسين معروف بين شباب هالقرية انه شاب ما يخاف ولا يهاب وشاب قوي وماشاء الله تبارك الله وفوق هذا حسين الان يعني في سلك الشرطة وخاضع الى دورات وتدريبات خاصة المهمه يجي علي هذاك اليوم على بيت حسين دق الباب طلع حسين السلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله بعلي خذوا بعضهم بالأحضان وصار لهم فترة منزم من ما هم شايفين بعضهم تفضلي علي قالوا لا والله مستعجل ودي اروح على المزرعة لكن انا طالبك يا خوي حسين قالوا ابشر بعزك شنو الموضوع قالوا الموضوع يا حسين انه قاعد تصير معاي شغلات فيها المزرعة عجيبة غريبة وصراحة انا شاك انه هالسوالف هذي سوالف الجنية اللي تسمع فيها اللي قتلت افلان واللي قتلت افلان من القرية الفلانية حسين لما اسمع هالسوالف صار يضحك على صديقه علي ومعقولة يا علي انت الشاب العاقل الراكز انت يعني تصدق هالسوالف قالوا الله وكيلك مثل ما اني شايفك كل يوم الجنية هذي تجي بعد منتصف الليل واسمع ضحكاتها واشوف خيال واحد كذلك يجي لعندها وصراحة يعني ما استرجيت اني اقول لحده مشان ما اصير مضحكة للناس ولازم بما انه انت جاي اجازة يعني تروح معاي نسهر انا وياك هالليلة هناك وتشوف بعينك وانت تحكم المهم حسين في البداية استهجن طلب صديقه انه قالوا اروح اسهر معاك واقضي هالليلة ما عندي مشكلة لكن سوالفك هذه ما هتقرب للعقول يا علي بعد الحاح علي قالوا تروح ونسهر انا وياك ونقضي هالليلة وتكتشف وتشوف السوالف اللي قاعد اصولف لك ابو محمد وابو محمد يعرف علي وحسين من الشباب المحترمين وصار له فترة منزما ما هو شايف حسين بحكم عمله في العاصمة اليمنية ورجال يعني كل فترة وثانية لحتى يجي ولما يجي يكون مشغول فما يشوف كل سكان هالقرية المهم سلم عليهم ابو محمد واخبارك يا علي ها بشرنا عنك ويمت العرس ويمت حفل الزواج قالوا ان شاء الله في الاسبوع القادم وسلم عليهم الرجال وكل من راح في حال سبيل وهذول راحوا على المزرعة والرجال ابو محمد راح على بيته وصلوا المزرعة وقعدوا فيها الغرفة اللي مخصصة للحراسة الغرفة هذه عبارة عن غرفة يعني طولها بعرضها مترين ونص مترين ونص يقعدون فيها فيها الليل عن برد الشتاء وحر الصيف وقالها نوافذ صغيرة علشان يراقبون المحيط المهم قعد حسين وعلي فيها الغرفة ويتبادلون اطراف الحديث وحسين ماسك اسلاحه مرت اول ساعة الساعة الثانية الساعة الثالثة صارت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل هاي علي اشوف ما احد بيان يعني سوال فعك هذه ما هي مضبوطة والله انت متوهم والظاهر انت مكثر من افلام الرعب انك تحضر افلام رعب ولا افلام اكشن قال له الله وكيلك لا افلام رعب ولا افلام اكشن انت بس طول بالك شوي وراح تشوف بعينك المهم التهوا بالحديث بعد حوالي نص ساعة ويسمع علي الحركة او الصوت اللي يسمعوا بشكل يومي قال له اسمع وشوف بعينك يحسين ويجون على النافذة الصغيرة هذه اللي يراقبون منها ويشوف علي الفتاة تجي على المكان اللي معتاد عليه بشكل يومي يعني تبعد لها حوالي 60 الى 70 متر عن مكان الغرفة هذه في منطقة مرتفعة شوي والدنيا قمر يعني تقدر تشوف البني ادم من بعيد وتقدر انك اتميز هل هو رجل ولا انثى المهم يقول له تعال شوف يا حسين تعال شوف اللي يقول لك عليه فعلا الفتاة هذه مبينة يعني انها لابسة عباية مغطية نفسها وما هي مبينة ملامحها على البعد والدنيا ليل وصيحة ضو قمر لكن ما تقدر تعرف الملامح المهم اقعدت هالفتاة شوي على حجر او صخرة كبيرة بعد شوي وكذلك يجي رجل او شاب ويجلس بجانب الفتاة ويصرون يسمعون حسين وعلي ضحكات وبعض الاحاديث اللي ما هي مفهومة ويحاولون انهم يفهمون شنو الحديث الدائر بين هالفتاة وبين هالشاب ما هم قدرانين تصلهم بعض الذبذبات الصوتية اطراف الحديث لكن ما هم مفهومانين شي ويظلون على هالحالة اكثر من نص ساعة حسين دب فيه الحماس ويمسك البندقية وقالوا ودي اطلع اشوف شني السالفة وعلي يقوم يمسك حسين انت مجنون انت منت صاحي وين ودك تروح توهرف حالك تدمر نفسك يا ولد السالفة ما فيها لعب وكاد هذه الجنية مستدرجة احد شباب القرى واكيد راح تقتل هذا الشاب انت منت صاحي تروح ترمي نفسك على الموت وهذه جنية وبعدين احنا شنو معرفنا انه هذول بشر يمكن جن يمكن من العالم الاخر حاول علي مع حسين من هنا من هنا قالوا ما عليك انا متدرب انا رجل امن انا شرطي اعرف شلون يعني اقدر اوصل لهم المهم ما يعني احسين ما اقتنع بكلام علي ويقوم يشيل اسلاحه ويطلع من الغرفة وبدأ يمشي بين اشجار هالقات شوي شوي من هنا من هناك ويغيب عن نظر علي وبعد شوي ما يسمع علي الا اصوات اطلاق نار وقامت الدنيا وما قعدت فيها المزرعة واصوات اطلاق النار هذه ما هو طلقة ولا اثنين اربع خمس طلقات ورا بعض ومبين الاسلاح المستخدم سلاح رشاش علي قال لك وكاد هذا المجنون حسين اطلق النار على الجنية والله الان او هالليلة لا تمر علينا ليلة سودة الله يصلحك ويهديك يا حسين لكن بعد ما سمع صوت اطلاق النار سمع بعض الاصوات كذلك اللي غير مفهومة بعد منها ما عاد سمع ولا صوت ويقوم يطلع يبحث عن صديقه حسين يشوف حسين وين راح لانه حسين ما عاد رجع ولا له صوت مشي في الاتجاه اللي مشي فيه حسين ويمشي من هناك بينها الاشجار والدنيا يعني صحيح قمره لكن ما تقدر تميز المحيط اللي حواليك بشكل كامل المهم ما عثر على صديقه حسين ولا بأي شكل من الاشكال ويقوم يرجع على الغرفة وقال لك وكاد هذا حسين اختفته الجنية ولا اقتلته الجنية والسالفة الان ما هي سالفة بشر والتعامل مع الجن المهم رجع على الغرفة الى حد الان الامور ماشي عال العال في صباح اليوم الثاني معروف انه واحد من اخوان علي رح يجي يستلم منه نوبة الحراسة وعلي يرجع على البيت جي واحد من اخوان علي على هالمزرعة لما قرب بالعادة يكون علي اما صاحي او نايم قرب من غرفة الحراسة ينادي يا علي يا علي يا فلان لا حياته اللي من تنادي قال لك يجوز نايم وغاط في نوم عميق المهم لما قرب على هالغرفة ويلاقي اخوه في منظر صعب جدا اخوه متمدد على بطنه ومتعرض الى عدة طلقات نارية في الرأس في الظهر في الاقدام وظاهر انه اخوه متوفي او مقتول او يبدأ هذا الشعب يصيح ويترك المزرعة ويرجع على القرية ويفزع ابوه واخوانه وفزع سكان القرية او يا بنت قولي لمت عثروا على علي مقتول في مزرعة القات منه اللي قاتل علي الله اعلم واخبر المهم جو على علي علي كان مضرج بالدماء وكان متوفي من عدة ساعات وطبعا بلغوا رجال الامن وحضرت الشرطة والبحث الجنائي وقامت الدنيا وما قعدت وبدوا يسألون ويحققون وشنو الموضوع وشنو السالفة يعني يسألون بيت ابو علي واخوانه وابوه هل لكم ثار مع احده عندكم مشكل في مشكلة بين علي وبين احد شبابها القرية ولا القرى المجاورة قالوا ابدا علي ما عنده اي مشكلة مع اي احد كان المهم من ضمن الاشخاص اللي سمعوا بمقتل علي الرجال ابو محمد اللي اصدفوه هم جايين على المزرعة بالليل سمع فيها الموضوع وانه علي مقتول وفزع مثله مثل هالناس ولما سمع من هالناس يا جماعة شنو الموضوع شنو السالفة قالوا علي مقتول ويجي على رجال الامن قالوا لهم السالفة وما فيها يا جماعة ترى هذا علي يوم امس جهوه وصديقه حسين جوه على المزرعة وحسين كان حامل معاه سلاح طبعا من خلال الكشف الاولي على مسرح الجريمة تبين لرجال الامن انه السلاح المستخدم سلاح رشاش او بندقية الية كلاشنكوف ابو محمد قال احسين كان حامل بندقيته معاه وكانوا رايحين على المزرعة وانا شفتهم وسلمت عليهم قالوا معناته انعرف القاتل القاتل هو هذا احسين ويروحون على بيت حسين دقوا الباب اهل حسين الظاهر انهم على طرف القرية ما هم سمعانين في الحادثة دقوا الباب طلع عليهم ابو حسين السلام عليكم وعليكم السلام وين ابنك حسين قالوا والله حسين ما هو موجود قالوا معناته هذا حسين هو اللي قتل وهرب خير يا جماعة شنو الموضوع شنو ودكم من ولدي حسين قالوا يا ابو حسين ولدك الان متهم بجريمة قتل جريمة قتل منه قالوا جريمة قتل علي ابن ابو علي ابن فلان ابن فلان قالهم يا جماعة ولدي امبارح قاعد في هالبيت وما عنده قطعة من الشيطان وجاه ولد ابو علي وطلب منه انه يروح معاه على المزرعة ولدنا بلغنا بهذا الموضوع وراحوا لحد الان ما رجع قالوا معناته لدك هذا هو اللي قتل وهرب قالهم يا جماعة هذول الشباب مثل الاخوان ويعني اصدقاء من الطفولة وما بيناتهم اي مشكلة وعز من الاخوان ولدي مستحيل يقتل علي انت وشونو تقولون يا جماعة قالوا والله هذا اللي جاك يا ابو حسين بما انه الان ابنك متواري عن الانظار او هارب هو المتهم الوحيد بجريمة القتل شنو عنده سلاح ابنك قال والله عنده بندقية كلاشنكوف او فعلا تبين انه السلاح المستخدم في قتل علي هو بندقية كلاشنكوف المهم بدوا يدورون على حسين بالحيلة والفتيلة حسين فصم الحوذاب ما له اي اثر لا فيها القرية ولا فيها المزارع ورجال الامن ما قدروا يتوصلون الى اي طرف يعني طرف خيط يوديهم الى القاتل لكن الان احسين هو المتهم الرئيسي عمموا على اسم حسين وحسين الان هارب وفار من العدالة وفي نظر القانون وسكانها القرية والقرى المجاورة انه هو مجرم وقاتل المهم رجال الامن او احد المحققين اللي استلموا التحقيق فيها القضية قال لازم نرجع على مسرح الجريمة ونبحث في الاماكن المجاورة فيها المزارع فيها الوديان لعله وعسى انه نعثر على طرف خيط يوصلنا الى المجرم او القاتل وفعلا يرجعون رجال الامن ويبحثون في المحيط شوي ويعثرون كذلك على جثة شاب لابس لباس اسود وشبه انه ملثم كذلك مقتول ومتمدد بها الارض ومتمدد بها الارض والدم معب المكان ويبدأون رجال الامن بفحص الجثة وتم رفع الجثة لكن الشاب ما كان يحمل اي اثباتات وطبعا ما حدا من سكان القرية هذه قرية علي وحسين تعرف على جثة هذا الشاب المهم تم رفع الجثة الى الطب الشرعي ويتبين من خلال الطب الشرعي انه الشاب هذا الملثم مقتول بنفس السلاح اللي مقتول فيها علي وشنو اللي جاب جثة هذا الشاب في منطقة قريبة من المنطقة اللي مقتول فيها علي ورجال الامن بالنسبة لحسين الفار من وجه العدالة ما قدروا يتوصلون الى اي طرف خيط يدلهم على وجود هذا الشاب المهم في اليوم الثاني ويجي بلاغ من احدى القرى المجاورة لقرية حسين وعلي لأحد مراكز الامن بلغوا عن اختفاء شاب ينقلوا عبد الرحمن من خلال البلاغ تعرفون لما واحد يقدم بلاغ عن اختفاء شاب ولا اي احد يعطي المواصفات ومن خلال المواصفات اللي يعطوها اهل المفقود قالوا انه هذا الشاب اسمه عبد الرحمن طوله شاب طويل ولابس ثياب سوداء ومن خلال المواصفات هذه طرح رجال الامن على اهل الفقيد او المفقود انهم يروحون على المستشفى اللي حاطين فيه الجثة اللي اعثروا عليها يوم امس قالوا حسب المواصفات انه هذا الشاب هو نفسه المفقود لما جوا اهل المفقود على ثلاجة الموتى ويتعرفون على جثة ولدهم عبد الرحمن قالوا هذا ولدنا وشنو اللي جابوا الى هالمكان اللي تقولون عنه قالوا والله اثرنا عليه في المنطقة الفلانية وبالقرب من مزرعة فلان ولدكم عنده مشاكل عنده ثار معاحده شنو اللي جابوا الى هالمنطقة قالوا ابدا والله هذا الشاب من اهدى وارقى سكان او شباب هالقرية ما عنده مشاكل ابدا لكن طلع هذاك اليوم بالليل وما عاد رجع على اساس رايح يصر عند احد اصدقائه المهم رجال الامن قاعدين يبحثون على احسين بالحيلة والفتين منهين من هناك يدققون على هويات الاشخاص في صنعاء في القرى المجاورة ودهم وحسين باي طريقة كانت لانه حسين هو المتهم بجريمة القتل حسين الان متهم بجريمة قتل شخصين وتبين انه السلاح المستخدم في قتل الشخصين هو سلاح واحد بندقية لاشنكوف المهم ما لكم بالطويلة بعد اسبوع زمان ويتم القاء القبض على حسين في العاصمة اليمنية صنعاء حسين كان متخبي عند احد زملائه اللي يعملون في سلك الشرطة ويلقون القبض عليه جابوا حسين الى مركز الشرطة وبدوا التحقيق معاه حسين يصيح ويستريح قالهم يا جماعة انا ما لعلاقة فيها القضية لا من بعيد ولا من قريب وين اسلاحك يا حسين قال اسلاحي صديقي في بيته ويروحون يجيبون اسلاح حسين تبين انه المخزن اللي يتسع لثلاثين طلقة الطلقات فيه كامل ما هي ناقصة ولا طلقة واخضعوا البندقية هذه للفحص تعرفون من خلال المختبر الجنائي يعرفون اذا السلاح هذا مستخدم قديش يعني الفترة اللي مضى عليها على استخدام هذا السلاح وتبين لهم فعلا انه السلاح هذا غير مستخدم في الفترة الاخيرة ما هو حاصلة اي عملية اطلاق نار من هذا السلاح قالوا لحسين يا حسين السالفة هذه ما تنفعك انت الان المتهم بجريمة القتل ويجب انك تقر وتعترف اي حاولون مع حسين منهين من هنا قالهم يا جماعة هذا صديقي مستحيل اني اقتله شنو السالفة وشنو اللي صار انت شافك احد سكان القرية طالع هذاك اليوم انت وصديقك علي على المزرعة قال اي نعم صحيح لكن يا جماعة يحلف باغلظ الايمان انا مستحيل اقتل صديقي وخوي اللي انا ويا اصدقاء من وحنا اطفال صغار شنو تقولون يا جماعة قالوا السالفة راكبتك ركب يا حسين حسين كان في هذاك الوقت منهار وخايف ويحاولون معاه منهين من هناك المهم في هذاك اليوم احد المحققين المناوبين في هالمركز سمع في هالقضية وقالوا ودي اشوف هذا حسين شني سالفته ويجيب حسين قالوا يا حسين شوف يعني الادلة كل ياتها موجهة ضدك وانت اللي شافك الرجال هذا من سكان القرية انك طالع معه علي ورحته على المزرعة وسولفني باللي حصل معاك واوعدك اني اساعدك باللي اقدر عليه احسين بدأ يسولف القصة اللي حصلت معاهم هذي شليل قالوا يا سيدي القصة وما فيها جاني صديقي وخوي علي وطلب مني اني ارافقه على هالمزرعة وقال لي عن سالفة البنت الجنية هذه او الاسطورة اللي يتسلوفون فيها سكانها القرى وانا يعني ما اخذيت وعطيتها فيها السالفة وبعد الحاح من علي طلعت انا وياه على المزرعة واول ما قعدني فيها المزرعة بعد فترة منزما بديت اتمسخر عليه وانه سوالفك ما هي مضبوطة يقول شوي فعلا وتيجي فتاة بالقرب من غرفة الحراس وتبعد لها ستين الى سبعين متر والدنيا ضو قمر وفعلا بديت يعني انا صار عندي فضول ودي عارف شنو السالفة وبعد شوي يجي شاب يقعد بجانبهم مثل ما روينا القصة اللي حصلت معاهم حاول علي انه يمنعني من الخروج وانه هذوله جن ويعني لا تغامر بروحك قالوا ودي اطلع لو اني اخسر حياتي بس ودي اعرف منوها الفتاة ومنوها الشاب يقول طلعت وتسللت بين هالاشجار وبين الصخور ما اسمع الا صوت اطلاق نار اطلاق النار هذا كان باتجاه المكان اللي جالس فيه البنت والشاب اللي قدرت اميزه فيه هالليلة انه هذا الشاب كان طويل وعلى الاغلب انه لابس ثياب سوداء يقول لما سمعت اطلاق النار صراحة خفت ونمت فيه الارض وودي اشوف شنه السالفة شنه الموضوع يقول يعني بعد وقت قصير سمعت بعض الاصوات الغير مفهومة فيه شخص قاعد يمشي او يركض وبعد شوي اختفت الاصوات هذي بشكل كامل يقول انا ظليت متمدد بها الارض واراقب اسمع يعني احاول اسمع هالشخص هذا قريب مني ولا ابعد عني يقول بعد شوي ما اسمع كذلك الا صوت اطلاق نار جاي من جهة غرفة صديقي وخوي علي يقول كذلك انا ما نعرفان شنه ادي اسوي شنه اللي قاعد يصير من اللي قاعد يطلق النار ما نعرفان المهم يقول بعد فترة حوالي عشر دقائق ربع ساعة اختفت الاصوات ما الله الحد يقول قمت تسللت الى المكان اللي كانوا جالسين فيه الشاب والبنت ما عثرت على اي اثر ما في حدا يقول وارجع على غرفة علي غرفة العراسة واول ما وصلت الغرفة والدنيا ضو قمر والاقي علي متمدد على الارض ومتعرض الى عدة طلقات نارية وكان فيه ضو فانوس موجود فيها الغرفة وحاولت اني اقلب خوي علي يمين يسار وعرفت انه علي متوفي رحمة الله علي يقول انا حاولت اني اقف على باب الغرفة اشوف شنو اللي قاعد يصير من اللي اطلق النار يقول ما احس وادري كذلك الا طلقات نارية تمر على اليمين وعلى اليسار الظاهر هذا كذلك ناوي انه يقتلني هل هي عصابة هل هم جن هل هم شياطين ما ادري في هالحال يقول اركب رجلي واقول يا كريم واطير بين السماء والارض ما عاد اعرف لا قدامي صخور من جل الى جل من صخرة الى صخرة ظليت اركض مسافات بعيدة من حلاوة الروح قال قال المحقق طيب وبعدين يا حسين شنو اللي صار معاك قال ظليت اركض لحد ما وصلت الى طريق عام بعيد عنها القرى هذه وطلع علي الظو واركب القرية احسين يحاول يا جماعة والله ما لي علاقة في الموضوع لكن احسين للأسف هو المتهم الوحيد في هالجريمة المهم ويحاولون احسين للمحاكمة وبدأت محاكمة احسين ليحولوا للقضاء وبدأت الجلسات وطبعا مثل هالأخبار مثل ما تعرفون تنتشر بين السكان والناس تسولف وش ليش قتلوا وما ليش قتلوا المهم في يوم من الأيام والضابط اللي كان مستلم التحقيق في هالقضية في مركز الأمن القريب من قرية حسين وعلي ويجي أحد العناصر قالوا يا سيدي في فتاة ودها تشوفك خير شون الموضوع قالوا والله ما أدري وطلبت انها تشوفك بالذات قال خلات فوت ودخلت الفتاة هذه السلام عليكم وعليكم السلام الفتاة بذ عليها الخوف والارتباك قالت انت الضابط المسؤول عن قضية مقتل علي وعبد الرحمن قالها اي نعم خير شنو الموضوع قالت الموضوع وما فيه قبل لا أسول فك أتمنى انك يعني ما تجيبون اسمي وسيرتي في هالقضية لا من بعيد ولا من قريب انا عندي بعض المعلومات اللي ممكن انها تفيد في هالقضية هذه قالها أبدا أوعدتش ولا تيجي اسمك ولا سيرتش فيها القضية أبدا قالت يا سيدي عبد الرحمن هذا اللي عثرته على جثته هذا يصير ولد عمي وانا وعبد الرحمن مخطوبين من فترة من الزمن من أكثر من سنة سنة ونص وانا مسمي عليه وعلى أساس انه يعني فيه وقت قريب راح يحصل الزواج لكن في الفترة الأخيرة آخر ثلاث أربعة شهر حسيت انه عبد الرحمن ما عده عبد الرحمن الأولي على الرغم من انه أنا وياه على وشك الزواج صار معد يجي على بيت أهلي وانا وياه ولد عم حتى فكرة الزواج مني صار يعني يتهرب منها على اليوم وبكرة وبعد بكرة حسيت انه عبد الرحمن وراه سالفة وقوم أكلف واحد من إخواني قلت ودك تشوف لهذا علي عفوا عبد الرحمن وين قاعد يروح وين قاعد يجي أكيد وراه بله وراه سالفة ويقوم أخوي هذا يراقب ولد عمي عبد الرحمن اللي هو بعد فترة بسيطة راح يصير زوجي وبدأ أخوي هذا من ما حبته لي وغيرته علي وانه ليش عبد الرحمن تغير وماعد هو الأولي بدأ يراقب ولد عمه عبد الرحمن وين يروح وين يجي وتجيني الأخبار انه عبد الرحمن عشقان ورايد فتاة من سكان القرية اللي تم العثور على جثة عبد الرحمن بالقرب منها وظاهر بيناتهم قصة حب ويلتقون بالليل هو وياها في المكان اللي عثرته على جثته فيه وحاولت أواجه عبد الرحمن بهالسالفة لكنه أنكرها جملة وتفصيلا المهم قال لها الضابط طيب الفتاة هذه شنو اسمها من أي عائلة قالت والله ما عرف لا اسمها ولا من أي عائلة لكن الشغلة الوحيدة اللي يعرفها عنها الفتاة من خلال مراقبة أخوي أنه هالفتاة هذه تعيش هي وجدتها عندها جدة كبيرة في السن وعايشة هي وياها في هالمنزل قالها جزاشا الله خير والله يعطيش العافي وطلعت الفتاة ودارت ظهرها ورجعت على بيتها الضابط الآن صار عنده راس خيط بما أنه عبد الرحمن عشقان فتاة من القرية وتم العثور على جثه في هالمكان لكن الأمر فيه يعني حساسية ويعني مجتمع محافظ وما أود يساوي شوشرة على معلومات فتاة ممكن تكون يعني معلوماتهم ما هي حقيقية ما هي مضبوطة الهغاية عند عبد الرحمن المهم المحقق هذا كان ذكي جدا وينتبه أنه في أحد عناصر الشرطة الموجودين في هالمركز من سكان قرية علي وحسين وينادي عليه قالوا يا فلان في عندكم في القرية فتاة عايشة وحيدة هي وجدتها جدتها كبيرة في السن صفا أو شرد هذا العسكري الشرطي شوي وقال له ايه نعم فيه فلانة بنت فلان موجودة فعلا فيها القرية على طرف القرية وعايشة هي وجدتها وعندها أخوان اثنين واحد موظف في صنعاء ينقال له حسن والثاني كذلك اسمه محمد لكن هذا محمد شاب متهور شوي ومعروفين فيه القرية قالوا يا فلان بما انه انت من سكان القرية وودي ياك تخدمني هالخدمة قالوا ابشر يا سيدي قالوا تعرف انت قضية معك مقتل علي وهذا الشاب كذلك عبد الرحمن اللي عثرنا على جثته وهذا حسين مقدمينه للمحاكمة ووصلتنا معلومات جديدة وودي منك بطريقة ما تقدر انك تصل على بيت الجدة هذه وبيت الفتاة وتشوف لي شنو الوضع شنو الامور عندهم قالوا ابشر بعزك هذا الشرطي متزوج قالوا انا رح اخلي زوجتي تروح تزور العجوز هذه هي والبنت وراح اجيب لي معلومات ونشوف شنو الوضع وفعلا هذا اللي حصل وياخذ اجازة هذا الشاب ويروح على القرية ويكلف زوجته بها المهمة وفعلا راحت زوجة الشرطي على بيت البنت اللي اسمها مريم عايشة هي وجدتها سلام عليكم وعليكم السلام زوجة الشرطي انتبهت انه البنت هذه مريم وضحها ما هو الاولي فتاة يعني من فتياتها القرية معروفة لكن البنت نبين عندها سالفة شبيرة ومريم هذه يا دوب قدمت الضيافة ودخلت على غرفتها وسكرت الباب المهم زوجة الشرطي قعدت لها نص صاعد زمان ورجعت على البيت هاي فلان شنو الموضوع قالت له السالفة انه البنت هذه مريم والله وضحها ما هو طبيعي وما عجبني انا يرجع الشرطي على الضابط قالوا يا سيدي في الموضوع كذا وكذا وكذا ولما سمع المحقق هالمعلومات تأكد الشك واصبح شبه يقين انه فعلا الفتاة هذه ممكن انها كانت مع عبد الرحمن في هذه الليلة ولما سمعت انه القتل اكيد حزين عليها لكن كذلك ما في ادلة شلون انتم يجيبون الفتاة تعرفون الامور وقبائل وعشائر لذلك هذا الضابط كان يشتغل من تحت لتحت لاجل انه تكون معلوماته دقيقة ويقوم الضابط الذكي هذا يكلف دورية بالقاء القبض على محمد اخو مريم بما انه هو الموجود في القرية واخوها ثاني موظف في صنعاء كل فترة والثاني الحد ما يجي وجابه محمد لعندها الضابط اهلا يا محمد حياك الله خير يا جماعة ليش جابيني على مركز الامن شنو السالف شنو الموضوع قالوا والموضوع في عندنا كم سؤال عن اختك مريم خير يا جماعة بدأ عليه الارتباك والخوف خير اختي مريم شنو موضوعها شنو سالفتها قالوا لا ما في شي مجرد بعض الاسئلة اللي بحاجة الى اجابات منك يا محمد اختك مريم ليش عايشة معاهم قالها والله صراحة بعد وفاة والدي عايش انا واخوي ومعطيني غرفة بجانب منزله وجدتي امرأة كبيرة وبحاجة الى رعاية واختي عايشة معاها لكن ليش تسألون هالاسئلة وشنو الموضوع قالوا يا محمد الصراحة من الاخر احنا جبنا اختك مريم وهي موجودة الان في المركز وهي اعترفت بجريمتها وانه هي قتلت عبد الرحمن لما سمع محمد ارتبك ولا وشلون جبت واختي ولا هي ما لها علاقة في الجريمة قالوا ضابط شنو اللي حصل قالوا ما اسورفك الا اول شي تطالع اختي من مركز الشرطة بكرة تسوونا فضيحة واختي صحيحة اخطط لكن هي ما لها علاقة ابدا ارجوك سيدي انك تطالعها ولا تسوونا شوشر ابدا قام الضابط قال الواحد من العساكر اللي عنده قالوا يا افلان طلع البنت ورجعها على بيتها هات لنشوف يا محمد شنو اللي صار قال يا سيدي اللي حصل واللي جرى هذاك اليوم زوجة اخوي هذا الموظف في صنعاء سمعانا اطراف احاديث من نسوان هالقرية انو والله البنت هذه مريم قاعدة تطلع في منتصف الليل وتقابل احد الاشخاص لكن منو هذا الشخص ما حد يعرف وتعرف انت سوالف هذي بدت تنتشر واختي صارت سيرة على كل لسان لكن السوالف هذي من تحت التحت ما هي في العلن وجدت زوجة اخوي هذاك اليوم وقالت يا فلان ترى السوالف بدت تطلع على اختك مريم واختك مريم تظاهر انها يعني في علاقة بينها وبين احد الشباب وقاعدة تطلع بالليل وشايفينها اكثر من شخص تسوي لكم سالفة ولا اجيب لكم بلا يقولوا فعلا اطلع هذاك اليوم من هالغرفة اللي معطيني اياها اخوي واراقب بيت جدتي وتطلع اختي هذي شالليلة بعد منتصف الليل تتسحب وكأنها حرامي يقول اتبعتها من مكان المكان والمكان البيت هذا قريب من الوادي او المكان اللي حصلت فيه جريمة القتل يقول اتبعتها الحد ما جلست في هالمكان شوي ويجي شاب كذلك شاب طويل ولابس لباس اسود على هوا ما شفته بهالليل وانا صراحة كنت حامل اسلاحي حامل بندوقيك لاش نكوف وما قدرت اتحمل هالمنظر وانه شاب وقعد يلتقي مع اختي واقوم اطلق النار عليه وقتلته في مكانه يقول اختي من الخوف اغربت وارجعت على البيت وانا جيت على جثة هذا الشاب وتأكدت من مقتله وتبين انه هذا الشاب مهو من سكان القرية على هوا الملامح اللي شفتها وسحبت الجثة الى مكان بعيد شوي وانا راجع واشوف شخص واقف على باب غرفة الحراسة غرفة حراسة علي يقول عرفت انه هذا علي اكيد شافني وشاف اختي وشاف هذا الشاب وعرف انه انا اللي ارتكبت هالجريمة وراح يبلغ عني يقول واطلق النار عليه واقتله في مكانه يقول وانا قاعد احاول اهرب واسمع حركة في وسط البستان او في شخص اخر يقول اطلقت النار باتجاه الحركة او الصوت اللي سمعته لكن ما ما تبين حدا وحاولت ابحث فيها المكان ما شفت اي شخص واغرب وادفن البندقية هذه في احد الاماكن ورجعت على البيت ويا دار ما دخلت شر وهذا اللي حصل وهذا اللي جرى ويجيبون حسين قالوا يا حسين انبشرك عثرنا على القاتل قالهم يا جماعة انا قلت لكم من الاساس انا ما قتلت وما لي علاقة فيها القضية وصراحة هذا اللي جرى واللي صلفتكم يا والله ما زليت عليكم وبحرف واحد وانا اصلا لما شفت هالمنظر وانه انا رح اكون المتهم بقتل صديقي علي وهربت واصلا لما جيت لعند صديقي هذا الشرطي خوفني بزيادة وقاللي جريمة توهى الجديدة وصحيح انت مالك علاقة في جريمة هالقتل لكن اكيد اهل علي ما رح يتركونك وصراحة انا خفت قال له زين ما سويت فعلا لو انك راجع على القرية ولما يأثرون على علي مقتول وشافك احد سكان القرية انت ويا رايحين بالليل على المزرعة اكيد ما رح يستنون نتائج التحقيقات وبالعادة المحاكمات والجلسات والتحقيقات الطول بينما تكتشف الحقيقة وزين ما سويت يا حسين والان عرفنا القاتل والمجرم المهم تم تقديم محمد اخو مريم للمحاكمة وتم الحكم عليه بالقصاص بالاعدام لكن شنو اللي حصل بعد صدور الحكم بعد ما صدر حكم الاعدام على محمد ويجون اهل عبد الرحمن جو اهل عبد الرحمن على المحكمة وتنازلوا عن دم ولدهم قالوا ولدنا مخطي وصراحة هذا الشاب يعني خلي اي شاب من شبابنا ولا اي حدا من سكانها القرية يحط نفسه فيها الموقف ما رح يقدر يصبر ويسكت وخذته الغيرة وصراحة هذا الشاب اللي هو محمد قتل ولدنا دفاعا عن شرفه وقاموا وجماعة وتنازلوا عن دم عبد الرحمن ويقومون ويقومون كذلك وجهاء القرية ووجهاء القرى المجاورة يروحون لعند اهل علي قالوا يا جماعة ولدنا محمد يعني ما له علاقة او ما له ثار مع ولدكم علي ولا في اي مشكلة بيناتهم وقتلوا ماهو بطريق القصد او العمد يعني يعني مشكلة وصارت وطلبوا الصفح ومن ضمن الاشخاص اللي جووا على اهل علي اهل عبد الرحمن وبعد جاهات وروحات وجيات وقام ابو علي بعد فترة منزما ومحمد فيها الفترة هذه قاعد ينتظر تنفيذ حكم الاعدام لكن اجلي الحكم لبينما لعله وعسى تثمر هالوساطات هذه مع ابو علي ويتنازلون او دفع دية وابرام صلح وفعلا يقوم ابو علي هذاك اليوم يتنازل عن دم ولده علي رحمة الله علي وبناء عليه تمت اعادة محاكمة محمد وبما انه اهل علي تنازلوا عند دم ولدهم واهل عبد الرحمن كذلك تنازلوا تم لكن تم ابو رام اتفاق انه بعد ما محمد يقضي الخمس سنوات في السجن ويطلع من السجن ما يقدر يعيش في القرية اللي هو فيها ولازم انه يطلع هو واخوه يروحون يعيشون في مكان ثاني درءا للفتنة وتعرفون بعد فترة من الزمن ممكن يطلع شباب ممكن احد اخوان علي ولا اقاربه ما يتحملون يشوفونه محمد رغم التنازل وفعلا هذا اللي حصل وكانت هذه نهاية القصة في النهاية اكيد القصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال مجريات واحداث هالقصة في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا